السلام عليكم و اهلا بكم رسالة للسعودية والامارات والهند سببها الحساسية التركية الرسالة بتقول مفيش ممر تجاري من غيري اقصد من غير تركية وفي نفس الوقت رئيس اردوران بيعلن عن راربة بشوفها ان هي خطيرة بتتبناها تركيا او الرئيس التركي تحديدا لازم نوقف عندها شوية مختصرها الراربة في اراق الاسواق الخليجية بالبضائع التركية ما تستغربوش من فضلكم وما تستعجلوش في الاستنتاج وحنفهم رابط ما بين الامور دي في سياق الكلام اصلا ما كانش ممكن ابدا انه مسألة الاعلان عن مشروع الممر التجاري اللي ما بين السعودية والامارات والاتحاد الاوروبي لربط الهند باوروبا ما كانش ممكن انه يعدي او يمر مرور الكرام بدون ردة فعل تركية ده كان متوقع جدا وما كانش مستغرب ولكن رئيس التركي اردوران مسك العصاية من النص فمن جهة اعلن شيء من الامتعاض سببه الحساسية التركية من المشروع مشروع الممر التجاري لربط الهند باوروبا عبر السعودية والامارات والامتعاض ده مش جاي من فراغ ولكن من جهة تانية الرئيس اردوران بيقدم مغزلة سياسية باتجاه السعودية والامارات لضمان الحصول على فايدة دايما بيسعى لها الرئيس اردوران في المنطقة العربية فايه هي الفايدة دي وايه خطورتها وايه اهميتها وايه سبب الامتعاض التركي من المشروع تعالوا نفهم كل ده بشيء من التأمل والتحليل لازم حضراتكم في البداية تستوعبوا مدى الحساسية التركية لفكرة الممرات التجارية بشكل عام سواء فكرة الممر التجاري اللي تم الاعلان عنها من كام يوم عن ربط الهند باوروبا عن طريق الامارات والسعودية والاردن واسرائيل او اي ممر واخدين بالكم اي ممر تاني لحركة اي حاجة او اي سلع جاية من ناحية اسيا وافريقيا ورايحة على اوروبا او بالعكس تركيا وتحديدا الرئيس اردوران واخلال مدة حكمه من 20 سنة كان دايما بيسعى ان هو يكون الوسيط او الممر لاي حركة اقتصادية او تجارية خصوصا للسلع الاستراتيجية هنا وعلى سبيل المثال افكركم بسعي المعلن علشان تكون تركيا هي الممر لامدادات الغاز سواء اللي جاية من دولة الكيان او من قطر واللي رايح على اوروبا وعلى فكرة ده شيء معلن مش سر وارشيف الاخبار مليان بالتصريحات التركية اللي بتعلن ده ومن باب الشيء بالشيء يسكر ففكرة الربيع العربي اللي دعمها الرئيس التركي بقوة كان احد اسبابها سعي الرئيس اردوران لانجاحها هو انه عايز يضمن وصول انظمة حكمه مولية له تقبل بمرور خطوط الانابيب الغاز من قطر لتركيا ومنها الاوروبا بعد كده وبكده يقدر بحسب ظنه او فكره السياسي انه يمتلك كارت ضغط على الاوروبيين باعتباره همزة الواصل ما بينهم وبين امدادات الغاز اللي هما بيحتاجوها ويكون هو البديل للغاز الروسي بس طبعا حضراتكم عارفين ان الامر ده ما تمش وفكرة خط الانابيب بتاعت الغاز دي من قطر لتركيا اصبحت مجرد ذكرى او مجرد فكرة غير قابلة للتطبيق بغرم من المحاولات اللي حصلت من 2011 وده على فكرة من اسباب عدم ترحيب قطر بعودة نظام بشار الاسد للجامعة العربية الخط ده برضو من ضمن اسباب طلب رئيس اردوران ترتيب لقاءات مع بشار الاسد مرتين طلب الطلب ده وفي المرتين بشار الاسد رفض الكلام ده لسه السنة دي والسنة اللي فاتت طيب ليه انا بفكركم بالقصة دي ببساطة عشان بس اصلت الضوء لحضراتكم على مدى الحساسية السياسية عند رئيس اردوران لمسألة انه يكون الممر او الوسيط لان ده بيمكنوا من لعب دور سياسية او بمعنى ادق ممارسة ضغوط سياسية في كذا اتجاه بتمكنوا من الحصول على مكاسب سياسية ده غير المكاسب الاقتصادية طبعا باعتباره صاحب الممر للسلع دي سواء كانت استراتيجية او حتى سلع عادية ده اسلوب سياسي موجود في الدنيا كلها يعني اردوران مش اول واحد استعمله او حاول انه هو يستعمله يعني دوره في صفقة الحبوب في الحرب الروسية الاوكرانية هو برضو واحد من الامثلة دي محاولاته للحصول على غاز دولة الكيان الصهيوني وتصديعه على اوروبا برضو مثال والامثلة اكتب خلينا اقولك حاجة بعد اذنك اعتقد ان هي منطقية شوية وهي ان استمرار خطوط السكك الحديدية لحد تركيا ومن بعدها اليونان هي اسرع وارخص من انتهاء الخط عند ميناء حيفا الاسرائيلي ونقل البضايع من اسرائيل لليونان عن طريق البحر لان هي هتنزل تاني في اليونان وتتحمل برضو على عربيات نقل او قطارات سكك حديد وحتكمل باقي طريقها لدول اوروبا المختلفة يعني اذا كان في قطار هيستكمل طريقه لليونان عن طريق سوريا وتركيا فهو هياخد من الوقت من وقت ما يغادر الحدود السعودية تقريبا يوم لحد ما يوصل لليونان ولكن لو تم استكمال الطريق عن طريق الشحن البحري من اسرائيل اللي هي الخطة اللي احنا شايفينها او الخرايط اللي شفناها فالطريق هياخد مش اقل من اسبوع مع اضافة تكلفة شحن وتفرير في ميناءين واحد في اسرائيل والتاني في اليونان فاخدها من محمد انديل وفكر فيها وشاركها عندك وجهة نظري بتقول ايه بتقول ان الخط ده يجي عند شمال المملكة العربية السعودية ويتفرع لفرعين واحد يكمل على الشمال ويدخل على الاراضي الاردنية ومنها للسورية وبعدها التركية فاليونانية ومن هناك يكمل كل قطر بقى على البلد اللي غيحها والفرع التاني يدخل غربا على الاراضي الاردنية ومنها للاسرائيلية هناك بقى يتفرع لفرعين تانيين فرع يدخل على ميناء حيفا وده حيكون للقطارات اللي حملتها وجهتها النهائية هم الامريكتين والفرع التاني يدخل على مصر وده اللي البضايع اللي عليه وجهتها النهائية اما مصر او دول القارة الافريقية هتقول لي ايه اللي انت بتقوله ده ينديل انت بتقول ان البضايع اللي رحل امريكتين تدخل اسرائيل وتتشون على مراكب من ميناء حيفا بدل ما تقول تدخل من مصر وتتشون على مراكب في ميناء العريش او شرق برسعيد قد كده انت خاين يا انديل وبتكره بلدك انت بتفضل مصلحة الصهين عليها هقولك معلش استحمل لي هو من الاسباب الاساسية لانشاء هذا الخط هو دمج الكيان الصهيوني في علاقات مستدامة مع دول المنطقة وتحديدا مع المملكة العربية السعودية وده توجه امريكي وعالمي فمش من المنطق ابدا اني اطلع اسرائيل من المولد بلا حمص وما تنساش ان الخط بالاساس متفصل على مقاس اسرائيل انا كل اللي عملته هنا اني اخدت الطرطة اللي في ايد اسرائيل وقسمتها على تلاتة ادت سوريا وتركيا حتة وحتة المصر وسبت لاسرائيل تلت الطرطة اللي هي كانت حتاكلها لوحدها طب اقسم بالله انا معلم تبا لي لماذا لا استخدم هذا الزكاء الندر في حياتي الخاصة ياريت لو الحكومة او اي حكومة هتتقدم باختراح زي ده ياريت تبقى تعمل حسابي في العمولة الاهم دلوقتي من الامثلة اننا نستوعب لحد كبير سر ان تعاض الرئيس اردوغان من فكرة الممر التجاري اللي تم الاعلان عنها في قمة العشرين واللي زي ما حضراتكم عارفين بتربط الهند باوروبا من خلال السعودية والامارات والاردن واسرائيل علشان كده صرح وقال لصحفيين ان تركيا هي انسب الممرات ولن يكون هناك ممر بين الشرق والغرب بدون تركيا بس نخلي بالنا ان الرئيس اردوغان ماسك العصاية من النصر لانه قبلها بحوالي يوم اعلن عن فكرة ممر تجاري مبين تركيا والاراق والسعودية والامارات وتكلم عن تعزيز التعاون مع السعودية والامارات تحديدا ده كلام سياسي طبيعي لا ربار عليه ولكن فكرة الممر ده اللي اقترحها سواء كانت سكك حديد قطارات او مجرد طريق مش ده موضوعنا دلوقتي موضوعنا انه ليه الرئيس اردوغان عايز يعمل ممر يربط بيه تركيا مع دول الخليج خلوا بالكم انا بحلل بحسب رؤية البسيطة ومعرفة المتوضعة بالسياسات التركية خصوصا الجانب الاقتصادي منها علشان كده تعال اقول لكم حاجة مهمة لا شك انه قبل قمة العشرين كان الرئيس التركي عارف انه حيتم الاعلان في القمة عن الممر التجاري ما بين الهند واوروبا واللي تركيا خارج سياقه تماما لانه في صحف ومواقع عالمية اتكلمت عنه قبل الاعلان الرسمي لذلك هو بيعمل برأي مغازلة سياسية للسعوديين وللاماراتيين بطرح فكرة المشروع ده اللي هو ربط تركيا بالعراء بالسعودية بالامارات بس المغازلة دي برأي برضو انه وراها شيء تاني خطير او هدف انا لمحت عنه لحضراتكم في بداية كلامي ببساطة المسألة بالنسبة له مش مسألة ربط شرق برغب بقدر ما هي ايجاد وسيلة سريعة ما بين قسين لإيصال البضائع التركية للأسواق الخليجية وإغراقها بيها كمان واخدين بالكم بقول إغراقها بيها خلوني أشرح لكم بصوا جماعة تركيا دولة صناعية يهمها تواجد منتجاتها بكثافة فأكبر عدد من الدول والأسواق حوالين العالم وبتتعمد إغراق أسواق الدول المستهدفة بمنتجاتها لضرب المنتجات المحلية المنافسة لها في الدول دي ممكن تركز معايا شوية تركيا وللمصداقية وللأمانة بنقول أهو للمصداقية والأمانة عندها صناعات كتير وعندها انتاج كبير جدا في كتير من السلعة بتحتاج إن هي تصدرها عشان تحصل على العملة الصعبة علشان كده هي محتاجة إن هي تسيطر على أسواق الدول وتضرب الصناعات المحلية المنافسة لصناعاتها في الدول دي وده علشان تكون منتجاتها هي المهيمنة في الأسواق طب تعالوا أقول لكم تركيا بتعمل إيه علشان تضرب الصناعات المحلية في الدول اللي بتصدر لها منتجاتها الحكومة التركية بتدعم المصنعين في تركيا بقوة وبتعفيهم من الضغيب على منتجاتهم المعدة للتصدير وبتدعمهم كمان وفي نفس الوقت بتسعى لعقد اتفاقيات تجارية مع الدول المستهدفة تعفي بمجابها الدول دي صدرات تركيا للدولة من الرسوم الجمهورية أو إن هي تحصل على إعفاءات وتخفيضات عليها ده بيؤدي لإيه؟ ده بيؤدي بمنتهى البساطة إن المنتج التركي المصدر للدولة العربية دي بيبقى عنده قوة تنفسية كبيرة جدا لإن حتى التكلفة اللي هو متكلفها أخد عليه دعم فالتكلفة نزلت قلت بقى سعره خيص فبقى منافس قوي جدا جدا قدام المنتج المحلي الشبيه له وده معناه إن المنتج المحلي حيلاقي صعوبة في منافسة المنتج المستورد من تركيا الكلام ده مش من الخيال وحصل مع كذا دولة عربية على فكرة بيحصل في مصر لحد دلوقتي بغرم من إنه ما فيش اتفاقية تبادل تجاري حر ما بين البلدين إلا إن الجانب التركي مغرق السوق المصري بمختلف السلع اللي لها منافس محلي وبأسعار تنفسية ده نتيجة الدعم التركي الحكومي للمصنعين وده بيخلق جو غير متكافئ للمنافسة ولو رجعنا بالزمن أكتر من 15 سنة كده حنلاقي إن الرئيس أردوران أوجد ممر تجاري بغي بيربط تركيا بدول الخليج من خلال سوريا والأردن ساعتها البضايع التركية لقيت طريق سريع نسبيا بابون قسين للوصول للأسواق الخليجية فانتشرت بقوة الممر ده غير متاح حاليا من 12 سنة بسبب الوضع السوري اللي كلنا عارفينه وأغلب البضايع التركية بتتصدر للخليج دلوقتي في البحر عن طريق قناة السويس ده بيعني تكلفة أكبر ومدة وصول أطول فواضح إنه بيدور عن ممر بغي أسرع نسبيا لأسواق الخليج من خلال العرق علشان يقدر يمارس سياسة الإرراق اللي لا شك إن الحكومات الخليجية حتكون منتبهة لها جدا المغرب على سبيل المثال كانت من الدول اللي تأثرت صنعاتها المحلية جدا بسبب التبادل التجاري مع تركيا وسياسة الإرراق التركية لدرجة إنها أصرت على تعديل التفاقية التبادل التجاري مع تركيا لأن عجز الميزان التجاري تجاوز المليار دولار لصالح تركيا وتأثرت كتير جدا من الصناعات المغربية ولطالما تعالت الأصوات المنتقدة في المغرب لصفقة المبرمة مع تركيا إذ يرى العديد أن الاتفاق لم يقم قط على مبدأ رابح رابح وفي المقابل تكبد المغرب خسائر جسيمة جراء الاتفاقية لسيما في قطاع النسيج والألبسة فاستقبال البلاد لكم هائل من السلع التركية بما في ذلك المنتجات الغذائية تسبب في إغلاق عدد من المتاجر المحلية وبحسب وزارة الاقتصاد المغربية فقد ارتفع العجز التجاري للمغرب مع تركيا بشكل كبير لنحو مليار ونصف مليار دولار وعلى هذا الأساس يؤكد الخبراء أن إجراء تعديل على الاتفاقية كان خطوة ضرورية لإعادة التوازن لعمليات التبادل التجاري وبالتالي إنقاذ المنتج المحلي اتفاقية تبادل الحرما بين المغرب وتركيا هي اتفاقية غير متكافئة وهناك ممارسات من الجانب التركي وهناك إغلاق ديال السوق المغربية فيما يخص النسيج والمواد الغذائية وكذلك حتى الصناعات الإلكتر علشان كده بقوله بحسب ظني وبالمختصق إن رئيس أردوغان ممتعد من فكرة الممر التجاري لإنه زي ما سبق وشرحنا بيسعى إن تكون تركيا مستحوزة على الممرات التجارية لإن ده بيديله أدوات ضغط ومكاسب سياسية واقتصادية ولكنه في نفس الوقت بيقترح على السعودية والإمارات فكرة إنشاء ممر بغي ما بين تركيا والسعودية والإمارات من خلال العرق تحت نفس فكرة ربط الشرق بالغرب ولكن أنا بشوفه ده تحليل الخاص اللي ما بلزمش بي أي حد إن رئيس التركي بيسعى من خلاله لإيجاد طريق سريع نسبيا بيغبط تركيا ودول الخليج لتمكين لمنتجات التركية وخصوصاً الغذائية من الوصول بشكل أسرع للأسواق الخليجية أرجع وأقول ده تحليل الشخصي ولا أدعي إن بقول لكم سري خافي ولا أي حاجة أنا حطيت الأمور قدامكم من وجهة نظري مش أكتر وشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته